فيديو بإذن الله نذهب إلى 84 في 84 عنا في التجرب التجربة الأولى عنا إبونه مكهرب قمنا بنفسه لكوريا زجاج مشحون قمنا بتقريبه لكوريا والتجربة الثالثة عنا تجربة الكشف الكهربائي نذهب إلى التجربة الأولى يقول لك لا منسى كوريا بواحد بساق إبونه مدلوك يعني كنقولوا إبونه مدلوك يعني هنا يره مكهرب سمي طريقة تكارب ساقل إيبونيت إيبونيت طريقة تكارب بكتعة صوف شاكونا مدلكة أو مدلكة يعني طريقة تكارب شاكونا تكارب بالدلك با حدد شحنة الصوف وشحنة الإيبونيت بعد التكارب شحنة الإيبونيت بعد التكارب تكون سليبة وشحنة الصوف تكون موجابة لماذا موجابة؟ تبعوا مليح معايا لأنه هنا أعليكم تجربة الدلك عند دلك هذا صوف عند دلك قريب من قطعة صوف تنتقل إلكترونات من إلى قطعة صوف يعني تنتقل من هنا إلى هنا عفوا تنتقل إلكترونات من الصوف إلى الإيبونيت من الصوف إلى الإيبونيت فتصبح شحنة الإيبونيت سالبة وبالتالي تبقى الشحنة التي تبقى في القطعة الصوف تبقى الشحنة المجابة وبالتالي شحنة الصوف مجابة وشحنة الإيبونيت بعد التكارب سالبة توقع ماذا سيحدث للكورية بواحد ثم فسر إجابتك عند لمس الإيبونيت للكورية هالكورية تبتعد التفسير تنتقل إلكترونات من قضيب الإيبونيت إلى الكورية فتصبح شحنة سالبة مماثلة لشحنة الإيبونيت فيحدث تنافر فتبتعد الكورية استنتج طريق التكارب الكورية بواحد طريق التكارب الكورية بواحد هي التكارب اللمس نذهب لتجربة اثنين نقرب ساق زجاجي مشحون دون الملامسة اذكر نوع الشحنة التي يحملها الزجاج المكهرب نحن نعرف الزجاج المكهرب يطينا شحنة موجابة او يكتسب شحنة موجابة سجل ماذا سيحدث للكورية فسر إجابتك عند تقريب زجاج المشحون للكورية الكورية تنجذب تنجذب الكورية دون الملامسة نحضره على الانجذاب فقط لا نقوله باللي تنجذب ثم تتنافر نقوله تنجذب فقط علاه لانه وقلك دون ملامساتها نقرب دون ملامسة اذن فسر إجابتك تبعوا مليح معايا عند تقريب زجاج المشحون إلى الكورية تنتقل الشحنات السالبة إلى الوجه المقابل تنتقل الشحنات السالبة يعني داخل الكورية إلى الوجه المقابل للزجاج أو الوجه المقابل للزجاج وتتموضع الشحنات الموجابة في الوجه الخلفي للكورية اذن تنتقل الشحنات السالبة أو الإلكترونات إلى الوجه المقابل أو الوجه الأمامي للكورية وتتموضع الشحنات الموجابة للشحنات الموجابة في الوجه الخلفي للكورية تكون هنا شحنة ساليفة وهنا كين شحنة زجاجةickets مؤجبة ماذا يحدث؟ يحدث تجاذب تنجذب الكورية نحو الزجاج المشحون دعين إجاباتك برسم توضيحي هذا هو الرسم التوضيحي هنا ادله الاستقطاب هذا يسمى الاستقطاب ماذا معان squeed? معانتا كين قطب موجب وقطب سالب استنتج طريقة تكارب الكورية بئثنين طريق تكارب الكورية بئثنين نقولوا التكهرب بالتأثير نقولوا التكهرب بالتأثير جمعاني اي فيتي تلكتبها في هذا الفيديو تقدروا تعاودوا لمفهم شيء عاودوا يرجع الفيديو ويسمعوا الهضرة تاغمنا نروح للتجربة الثالثة ندلك ساق بلاستيكي بقطعات صف ونقربها إلى قصصات ورقية نلمس بالساق البلاستيكي السابق رأس كاشف كهربائي ساق بلاستيكي مكهرب عندنا ساق بلاستيكي مكهرب كنقولوا ساق بلاستيكي مكهرب يعني شحنته كيف شديره سلبه عبر باختصار عما سيحدث بين القصصات وساق بلاستيكي المكهرب اذا عند ندلك ساق بلاستيكي يعني كهربنا بقطعات صف ونقربه إلى قصصات اذا عندي ساق بلاستيكي عندي قصصات كنقربه القصصات تلتسق بالساق البلاستيكي نقولوا القصصات تلتسق أو تنجذب إلى الساق البلاستيكي حتى تلتسق بها ثم تسقط سجل ملاحظاتك بعد لمس رأس الكاشف بالساق البلاستيكي اذا عند لمس الساق البلاستيكي المشحون يعني شحنته سريبة للرأس الكاشف أو القرص المعدنية تعالي الكاشف ماذا يحدث؟ تتنافر ورقة الأليمنيوم تتنافر ورقة الأليمنيوم فسر إجابتك عند لمس شا تقوله تفسير تبعوا مليحة معايات تفسير شا تقوله عند لمس الساق بلاستيكي مكهرب لرأس الكاشف الكهربائي أو للقرص المعدنية تنتقل الإلكترونات تنتقل الإلكترونات من الساق البلاستيكي إلى القرص المعدنية إلى القرص المعدنية ثم نحو ماذا؟ ثم نحو ورقة الأليمنيوم فتصبح شحنته ورقة الأليمنيوم متماثلة يعني تكون سالبة يعني الورقة الأولى السالبة والورقة الثانية السلبة ماذا يحدث بينهما؟ ثم يحدث تنافر على حدث تنافر لأن شحنتهما سالبة نعود تفسير إجابة نقوله عند لمس قاضي بلاستيكي المكارب رأس الكاشف الكهربائي تنتقل الإلكترونات من الساق البلاستيكي المكارب إلى رأس الكاشف ومن ثم إلى ورقة الأليمنيوم ورقة الأليمنيوم هنا تصبح شحنتهما سالبة فيحدث تنافر لأن شحنتهما متماثلتان سيجمع توقع ماذا سيحدث عند إبعاد الساق البلاستيكي عن رأس الكاشف إذن عند إبعاد الرأس البلاستيكي عن الكاشف ماذا سيحدث؟ تبقى تبقى ورقة الأليمنيوم كما هي يعني يبقوا متنافرين يبقوا متنافرين رحوا للجزء الثالي قل لك إذا علمت أن الشحنة الكهربائية للكوريتين بواحد وبيثنين على الترتيب الشحنة بواحد هاشعل ناقص ثمانية في عشرة قوة ناقص 16 كولوم وشحنة تعبيثنين هي الزايد 6.4 في عشرة قوة ناقص 14 كولوم قل لك ميز أي من الكوريتين فقدت إلكترونات وأي من هما اكتسبت إلكترونات نحن نعرف بليل إلكترونات شحنتها سلبة يعني كتكون قاوية شا معنى اكتسبت إلكترونات وكتكون عفوا كتكون سلبة هذه شحنة على الكورية كتكون سلبة معنى كتسبت إلكترونات وكتكون موجبة معنى فقدت إلكترونات معنى عندها شحنة الموجبة قاوية عندها البروتونات بزف سيجمع إذن ميز من الكوريتين فقدت إلكترونات إذن الكورية بواحد نقوله اكتسبت اكتسبت إلكترونات على كتسبت إللكترونات لأن شحنتها سالذمة فقط إللكترونات والكوريّ May Haul يخبرد سناTIN prospect بسبب إللكترونات أحسب عدد الإللكترونات المكتسبة يعني في الحالة تعبي وحد عدد الإللكترونات المكتسبة نقوم بما ن اسمهم أنت نسمcificا أن ليعقده أن إللكترونات الحوش المكتسبة هل نقوم بما نقوم بم My Haul أعلاما على شحنة الالكترون على شحنة الالكترون شحنة الالكترون هي 1.6 في 10 قوى لاقص 14 هي 1.6 في 10 قوى لاقص 16 South Nelson اذا ندعو 0.8 6 10 على 1.6 10 قوى ناقص 16 кров اذا 0.8 1.6 35 10 قوى ناقص 16 على 10 قوى 6 تعطينا في عشر قوة ثلاثة إذن تعطينا خمسألاف إلكترون خمسألاف إلكترون مكتسب